السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي وصفات وافكار بهية اليوم ان شاء الله سنشارك معكم ماتيشة مركزة بعشرات درهم الأخوات ستحضر 3 العلب ديال ماتيشة فعودتك تشريهم بعشرين درهم للفوق ستحضر 3 العلب بعشرات درهم وبدون مواد حفيظة وكتجي رائع رائع واقتصادية ودبا وتباكد الله ماتيشة موجودة بجوج درهم الأخوات علش اللي لا تستغلوش الفرصة وديروا الستوق ديال ماتيشة كتاخدوها مزنقة كتاخدوها غالية تباكد الله ماتيشة اللون ديال هارا اعتبارك الله ماتيشة غزالة وغاد نعطيكم طريقة كيف تحتفظوا بها في المجمد ولا تحتفظوا بها خارج المجمد تباكد الله ما غاد تاخدو لكمش الغلف شتو الطريقة واضحة دبا غاد ندزول طريقة تحضير بسم الله على بركة الله أنا عندي هنا تباكد الله ماتيشة خمسا كيلو ديال ماتيشة بعشرة درهم الأخوات جوج درهم راها بعد الصويقات كتكون ديراغي 30 ريال ولا درهم غاد طح عليكم أقل الأخوات مهم تومال وقيت اللي كتشوليها الصويقة شتو تباكد الله ماتيشة غزالة مزالة تباكد الله بدك القلب ديالها خضار تباكد الله ماتيشة طريية وغزالة وحمراء هذه الماتيشة اللي غاد تسلح لكم تحضروا بها ليسوس ولا تحضروا بها ليسوس للحريرة والمعجانات ولا تصوبوا بها ماتيشة مركزة كجي رائعة بالسف . بمهم تبعوا معي طريقة تحضير أنا الأخوات لنحضروا بها وقال الحفيدة لنحضرها buffet لم ت Burger'ي خضر مستعل disadvantageّة لن implement بشكل 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 بSD فهو تعطيك كميا incrediggs استطيع قطعه الش 7 مش lane ف sv 700 turbo و يعطيك كميا فضruce استطики و يعطيك اللعابات خضر عليها من الداخل ففصد الإعلام كامل خليه غير ما طيشة مهم كل واحد والطريقة دياله غد نضيف عليا واحد جريقة دياله الرنز او ورق غار ولا سيدنا موسى كل واحد مهم شنو كي يقول لهم سمحوا لي حلقة شوية بحاحة الاخوات وغد نضيف عليا الملح بنسبة الملح اللي حسب الكيمية اللي عندكم الاخوات وغد نضيف عليا واحد شوية ديال الماء باش كطيب لي نادك لاصوس مزيان وكجي رائع بزاف مهم بنسبة الماء بغيتوا تضيفو بغيتوا ما تضيفوش مهم كي يبقى لكم الاختيار انا كنضيف واحد شوية ديال الماء باش كنحصل على السوس اللي كتجيني والله كتجي خاطيرا والله قاسمي لكتجي السوس خاطيرا بزف بزف مهم اي سوس حطرتها معاكم غد نزول بعد ذلك الوريقات دياله الرنز الاخوات وغد نضحنها مهم انا صوت كمية كتير الاخوات راني دارت هنا 10 كيلو راني صوت به السوس ديالبيتزا اللي غد نزلو لكم بوحده الاخوات والله طلعت واحد السوس ديالبيتزا ما نعاوض ليكم والله خاطيرا بيتزا ولا المعجانات وغادي تنفعكم بزف ما تضيفش على الكوكودراني تايس لقص في هالسوس ديالبيتزا مهم ومونينيكس سيطحنت فيها هكا مهم عندي كيميا كتيرة ما صعيب عدية باش نبقى نطحنها غير بطحانة ديالهيد مهم كنتوا ديرين كيميا قليلة طحنوا غير بطحانة ديالهيد كتزيد جيلة سوس خاطيرة ولكن انا تبقى الله كنت عندي كيميا كتيرة غادي تشدلي الوقت بزاف تحنتها في مونينيكس باش نسهل علي الامر مهم تحلوها في اي الى عندكم تحنوها بيها سافيو كنبقى نصفيها ضروري تصفيوها الاخوات ضروري تصفيوها بصفاي رأسها لشتو طريقة كنبقى غير نضرب على ذلك صفاي ضغييكة هبط ماطيشة و كنبقى هكا نصفيها كبب مغير فاكا تكت هبط لينة كنخلي وغي ذاك القشور فاقت تحنوها يرجعو بحل خويتاتها كملوية نرقي وقين ضروري تصفيوها باش تحصلو على نتيجة رائعة سافيو كان بقى نتحن في مونينيكس وكان خوي وكانتصفي حتى كنسالي الكيميا اللي عندي كاملة تباك الله انا راني تحنة 10 كيلو راني مصوبة جوج ديال السوس هذا قد نشاركها معكم من بعد شتو تباك الله راح حل ديال السوس بغيتو تخليوها غي هكا الاخوات الحريرة راها تبقى رائعة بسف ولكن انا غدي نصوب بها مطيشة مركزة ضروري غدي نرجحها فوق النار وغدي نبقى نحركها لاخوات تترجع مهم انتو ما بغيتو تخليوها خفيفة خليوها بغيتو ترجعوها قاسحة كتجي تقيل بسف ديك مطيشة مركزة كتترجعوها قاسحة مهم كتتحكمو انتو ما في في سمك ديالها كيفاش بغيتو ترجعوها واش بغيتو تخليوها خفيفة شوية مهم انا خليتها لحساب واش كالي بغيت انا مهمتو ما كتتحكموها غفها دي سافي كان بقى نحرك ضروري غطيوها الاخوات اراها فاش كتكون كتتقلة كتتقطير واختجهدو لها البوطة ولكن اغطيوها وراد غيات بارك الله غطيوها وخليوها كتقطار بزاف الاخوات والله طاروا لي واحد النقطة ديال مطيشة على اللي ديالي والله يلا رجعوا لي بحلبوا وقت في دي مهم والذيروا اللي قتها كالي بغي يحركها كالي بغي تحركها كالي بغي تزولو ديك الغطاية كتبقى تطيرها الاخوات سافي كان بقى نخليها كاو كان ستمر في تحريك ديالها حتى كتنزل ديك لاصوس كالي كيدير مطيشة الاخوات تبخار وكي يزول هذيك القشرة انا ما زوت لاش ديك القشرة ديالها هي اللي كتعطيني داك اللون غامق وكي تجي رائعة كي اللي كيديلها وغادي نزيد لها هنا بعد ذا زيسة الاخوات واحد من السكس ديال زيس بلدية هي اللي غا تبقى تعقد لي ديك مطيشة باش كنحصل على لها واحد مطيشة اللي تقيلة وموركزة كدشيني رائعة بزاف مهم كان السامر في تحريك بقاوة السامره في تحريك نزيان بقاوة السامره باش مكتلك تبقلكمش ديك مطيشة ديالكم مغطيوها وساعة ساعة قدروا ساعة ساعة حركوها ما تتغفلوش عليها من التحريك حتى كترجع تقيلة مهمتو ما تحكمو في هذا في الشكل ديالها إلا بغيتوها تقيلة بزاف مهم خليوها حتى تديد تعقد مزيان مهم كان استمر في تحريك حتى تعتني واحد نتيجة اللي يرائع وكي يجي واحد لون غزال كي اللي كي يضيف لها تحميرا في الفلاح مرة أنا ما كنضيش في لها في الفلاح مرة الأخوات بابريكا كي اللي كي يضيفها لها أنا ما ضفت لها ووالو ما ضفت لها لات حميرا لا تشي حاجة لأخوات تخليتها في الطبيعة ديالها وعطاتني كيمية كتير عشرة دراهم والله كتعطيك واحد ثلاثة ديال العلوب ديال ما طيشة بغيتو الأخوات تحتفضوا بها غيف بلاكار كتعمروها في القراعي ديالكم وكي القراعي كي يكونوا معقمين مزيانة الأخوات وكتنصوهم بالماء وكتقفلو عليهم في الكوكوط واحد عشرين دقيقة فاقد وكتطفو عليهم كوكوط وكتخليهم حتى يبردو وكتخليهم غيف بلاكار بلا ما تحتاجوا عديرهم لفت اللاجة لأوالو ويبقوا معاكم حتى سنة ما يوقع لهم والو أنا مهم مكنوش عندي القراعي كنتم صوبوا فيهم الكوفيتير مكنوش عندي القراعي ديال الجاج درتهم هكا عمرتهم هكا في بلاستيكات رأى أخوات كل البلاستيكة فيها علبة ديال ما طيشة ديال خمسة دراهم رأى مقشب خمسة دراهم رأى زادس مهم ده باستغلوا الفرصة استغلوا الفرصة وحضرواها في منزل ديالكم كل بلاستيكة سوف تنظر الحريرة من ذلك الشيء الرفيع مهم ان انا اطلقتها مهم سرحتها كاملة في بلاستيكة ودر تحت جمدد اخاوات كيف ترجع غزالة مهم كنت سوف تنظر الحريرة قليلة تقسمها على جوج كمية كثيرة كنت سوف تنظر فيها هذه القطعة الماطيشة ولم تأخذ لكم هكا الغرف المجمد كيف تنظرها بهذه الطريقة يجيكم المجمد كامل نظم ومهم نظموه حتى لكي تصاوبوا اي حاجة نظموها او هي تكون قبل ما تجمد ما تخويهوش تخليواها عشوائية الاخوات كتجمدوا وتاخد لكم الغرف مهم اللي عنده المجمد صغير يديرها يعلبها ويديرها في بلاكار وبسحة والراحة وما تنسونيش من لايك